واقعا كل البرامج الاقتصادية التي أتت فيها الحكومات والبرامج الحكومية والتي فيها برامج اقتصادية لم تأتي بنتائج الاقتصاد الوطني لذلك ما زلنا واضح للجميع أن الصناعة الوطنية صناعة متأخرة الزراعة متأخرة الاستثمارات في العراق استثمارات متأخرة ناهيك عن أنه هناك ادخار غير مبرر من قبل مؤسسات الدولة ومن قبل المواطن العراقي للأموال لا زال صندوق التقاعد مثلا يضع وداعة وإمكانياته في البنوك من أجل الحصول على فوائد في حين في كل دول العالم صناديق التقاعد والصناديق الضمار الاجتماعي تأتي بمشاريع استثمارية مشاريع استراتيجية للبلد وتقدم للحكومات والشعب من أجل أن يترفها الشعب لا زالت لدينا الكثير من المؤسسات عندما يكون لديها فائض من الموال تذهب بهذه الأموال إلى البنوك والمصارف وتبحث عن عوائد سنوية أو شبه سنوية